بصوا حباب قلبي بقى الفينو الروعة ده ممتاز مليون في المية بطرقة بسطة جدا شوفوا مشاء الله شوفوا رغيف الفينو معانا من جوه عامل ازاي والتسوية من قدامه من ورا عامل ازاي مشاء الله جميل جدا بصوا مية طري مية كده وخفيف جدا من جوه وبصي حاجة روعة كده هتعجبك ان شاء الله وتعجب اطفالنا بصوا حباب قلبي رغيف الفينو من جوه مشاء الله عامل ازاي ان شاء الله حبيبي الطريقة اتعجبكم وان شاء الله هنكمل مع بعض بقى السلسلة بتاعت اجهز اللانشو بوكس اه طريقة سهلة وبسيطة بدون اي افتكاسات خالص شوفوا مشاء الله رغيف الفينو عامل ازاي وبمقدير بسيطة وموجودة معنا في البيت ان شاء الله هيعجبكم اه ان شاء الله حبيبي لو عجبكم اه العيش الفينو بتاعنا تفضلوا خشوا معي على الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير النهاردة مع بعض بقى هنعمل العيش الفينو من المدارس ده معي تلات كوبات ونص دقيق كيس خميرة نص معلقة ملح كوبات مية معلقتين زيت معلقتين سكر ودي ربع كوبات مية زيادة انا عندنا كوبات المية دي المقدار معي بتاعي الديق هيقط كوبات المية دي كلها وهضيفها على مرحلتين عشان اكون عرق العجينة وربع كوبات المية دي هزود بالتدريج هشوف الديق بتاعي هيحتاج مية انا مش هاقدر احدد معكم كمية المية بالزبط لان الديق انواع وهتشوفوا معي دلوقتي خطوة بخطوة كل دقيق في دقيق بيشرب مية كتير في دقيق ما بيحتاجش مية كتير يعني ربع كوبات المية دي في دقيق ممكن ياخدها كلها في دقيق ما ياخدوش كله هنشوف مع بعض دلوقتي حبيبي انا دلوقتي هحط الملح هوت على الديق وطبعا دي بتاعي منخول كويس جدا اهو حطيت النص معلقة صغيرة ملح وهفتح الكيس الخميرة وهحطه دلوقتي اهو وهنزل دلوقتي بالسكر معاهم وهقلب دلوقتي حبيبي مع بعض المواد الجفة انا مش عايزكم تشغلوا بالكم بالمأدير خالص انا ان شاء الله المأدير هكتبها لكم في صندوق الوصف بالجرام والكوباية اللي حابب ده واللي حابب ده الزيت هستبعده تماما في الاخر كده خالص اه هعجن في هو والعجينة كده بعد ما لمها دقتين هنزل بقى كوباية المية اللي معاية دي على على مرحلتين زي ما قلت لكم هنزل بقى على مرحلتين عشان اكون عرق العجينة بتاعتي طريقة سهلة وبسيطة بدون هحط دلوقتي ايه بقى المية بدون لابن بدون زبادي اه بدون بودر بدون اي افتكاسات خالص نفس طريقة المي خابس بالزبط ان شاء الله الطريقة اتعجبكم هتنبهروا بيها ان شاء الله. اه دلوقتي انا استبعدت دلوقتي اه المية والفرشة اللي كانت معي دلوقتي انا بنضافها طبعا الرخامة بتاعتي كويس جدا. هعجن عليها دلوقتي هنزل الدي والمكونات بتاعت كلها عليها. انا طبعا غسل ايدي كويس والرخامة بتاعتي غسلها معاكمها كويس. اه انا عندي اي حاجة بحب اعكمها في المطبخ. البتوجاز الرخامة الحوض اي حاجة بامسحها بمسحد اه شوية مية كده على بزودهم شوية خل وبامسح بيهم اي حاجة عايزة اتعكمها في مطبخك. تغسل يديك كويس جدا. اهو كده حبيبي هبدأ اعجن في العجينة. انا كده دلوقتي عندي في دقيق كتير. ادي ربع كبات المية دي هزود منها معلقة معلقة. زودي بالتدريج. عشان العجينة ما تسلش منك. هي هيباليها حل ان شاء الله معنا لو سالت منك هتحط لها طبعا دقيق. لو لي احنا نمشي خطوة خطوة اهو كل شوية بحط لما بشوفها محتاجة بحط معلقة اه مية. زودي حاجة بسيطة بحاجة بسيطة لحت اه عشان توصلي للقوامل انتي شايفاها. اهو حبيبي بالبي زي ما انتم شايفون الطريقة سهلة وبسيطة. اهو هالمي بقى الديق بتاعي كله اللي على الرخامة. وعجن كويس. انا بفتح في العجينة والمها كده. اهو انا دلوقتي العجينة معي يابسة. هحط لها برضو معلقة مية تاني. اهو زي ما انتم شايفين كده حبيبي. هالمي بقى تديق اللي معي كله على الرخامة كويس جدا. اهو. اعجن بقى في العجينة. كل ما تدي للعجينة حقها في العجن كل ما تطلع معاك النتيجة جميلة وهتنبهر ان شاء الله بالنتيجة دي طريقة عجن. اي معجونات هتعمليها. اي مغبوزات هتتعجن. دي طريقة عجن هي. تاخدي العجينة كده تفتحي وتقفلي فيها. اهو زي ما انتم شايفة حبيبتي تعاجيني اهو. لو هتعاجيني على العجن اه تسيبها في العجن لمدة خمس دقايق. لو على ايدك من عشرة لتلاتاشر دقيقة. درقة سهلة وبسيطة. هتعجبكم ان شاء الله حبيبي. اهو تفتحي وتقفلي في العجينة. انا دلوقتي لقيتها يبسى شوية. احط معلقة مية. انا مش عايزها طريقة اوي ولا يبسى اوي. اه عشان انا لو عملتها طريقة اوي العيش الفينو معانا هنسيبه يرتاح على كذا مرة. فعشان ما تبقاش اه سيلة مننا وتريح معانا على الصاج. وتفرش على الصاج. انا دلوقتي بص رواردكم المية اللي بقيت من ربع الكباية. اهو وهواردكم برضو في الاخر بعد ما خلص قوامي العجينة. انا دلوقتي بافضل عاجم فيها هو توفيلي في العجينة وتاخذي من شمال من ايد الشمال للليمين كده معين الشمال اليمين. زي ما حبيب زي ما انتم شايفين دلوقتي حبيبي. اهو. طريقة سهلة وبسيطة. ان شاء الله تعجبكم. ودلوقتي هنزل بقى حبيبي بالزيت اللي معايا. كده حبيب قلبي بقى معايا دلوقتي هنزل دلوقتي بالزيت اهوت زي ما انتم شايفين كده هنزل بمعلقتين الزيت بتوعي. طريقة سهلة وبسيطة هرجع بقى اعجم في العجينة كده هعود اعجم فيها من عشرة لتلاتاشر دقيقة هقطع العجين كده وفتحها عشان يشرب معي الزيت بسرعة اهو زي ما انتم شايفين حبابي كده ان شاء الله الطريقة تعجبكم وسهلة وبسيطة وارجع اعجم فيها دلوقتي اهو تلمي العجينة كلها على بعضها كده عشان تشرب في الزيت كويس تعجني فيها وصفة ممتازة ورائعة وان شاء الله لو اول مرة تعمل الرغفل فينو هينجح معاك من اول مرة ان شاء الله بس اتبع الخطوات معايا خطوة بخطوة اهو تعجني فيها كويس جدا انا هنا بقى حبابي عشان ما طولش الفيديو على حبابي اه هخلص كده عجني في العجينة وان شاء الله هرجع لكم بازن الله بعد ما خلصها كده حباب بالبي رجعت اهود بعد ما خلصت عجني العجينة اشوفوا ما شاء الله الملمس بتاعها والقوام جميل جدا اهو ولا طرية اوي ولا يابسة اوي اه دلوقتي انا عندي تزيد الزيت هحطها على الرخامة واحط العجينة بتاعتي عليها واحط تزيد البسط خفيفة جدا برضو على العجينة من فوق واغطيها بالطبق اللي كان في الدقيق وهسيبها نص ساعة الخميرة تمشي فيها ويزيد حجمها وبعد النص ساعة حبابي ان شاء الله رجع لكم كده بعد النص ساعة اشوفوا ما شاء الله وكده حبابي قلبي هو تبصوا الخميرة العجينة ما شاء الله ارتفعت جدا وخرجت من الطبق زي ما شايفين كده دلوقتي كده معنا ان الخميرة بتاعت شغالة وكويسة انا كده بفرغ الهوى منها وانت لو عايزة تعملي تستل العجينة انا كده بشيل الدقيق كان الدقيق نازل من الطبق على العجينة لو عايزة تعملي تستل الخميرة بتاعتك اه تحطيها في نص كوباية مية مع معلقة سكر وتقلبها وتغطيها تسيبها خمس دقايق لو عملت فقعات وزادت كده هيبقى الخميرة بتاعتك شغالة وصالحة للاستخدام ولو ما زادتش معاك استبعدها تكون فزدة وكده حباب قلبي انا بقصت العجينة معكم زي ما انتم شايفين كده لو عايزة تعملي حجم الغفل فينه بتاع المخابس هيبقى من خمسة واربعين لخمسين جرام انا دلوقتي عاملة معاكم الغفل فينه كبير حاولت على ما اقدر ان انا اوصل حجم معين كل حجم واحد لكله دلوقتي بعد ما قصتاهم معكم زي ما انتم شايفين كده انا هنا دلوقتي هاجب واحدة واحدة وهبدأ افردها بعد ما افردها هبدأ المها تاني رول زي ما انتم شايفين كده انا كده بعمل عرق برضو للعجينة وبطلع الهوى من العجينة بتاعتي كلها واحدة واحدة حبيبي زي ما انتم شايفين كده هوت وهرجع هلف رول تاني وهاركنه مع الرخامة. اهو حبيبي. اجيب واحدة تاني. احطها وافردها بالنشابة بتاعتها. اطلع منها الهوى كله. اهو زي ما انتم شايفين. طراءة بسيطة جدا وسهلة. ان شاء الله هتعجبكم. وصفة مضمونة مليون في المية. وكده بعد ما خلصتهم حبيبي كلهم. هديهم تزيط الزيت بسيطة كده من على الوش. واغطيهم بفوت المطبخ هسيبهم يرتاح عشر دقايق. اه دلوقتي اغطيهم بالفوتة واسيبهم يرتاح العشر دقايق اومة وهرجع لكم بعد العشر دقايق بازن الله. وكده حبيبي قلبي رجعت لكم بعد ما الرغيف الفينو معي ارتاح عشر دقايق. دي فتلة خيط كده كتوعم الفوتة. هاخد رغيف رغيف كده. انا عندي الصاجة بتاعتي هيت. اه مش دهناها اي مادة دهنية خالص. ابدأ اغطي رغيف الفينو بتاعي وابدأ افرد في كده. بصوا القفل دوت. هحط خليل تحت عصاك كده زي ما انتم شايفين. اهو. عشان ما يفتحش معي في التسوية. عايزة الرغيف بتاعك طويل اه وصير دي برضو بحاجة بترجع لك انتي. عايزة خين عن كده ما تفردش قوي. عايزة ارفع من كده طولي في الرول. اهو حبيبي زي ما انتم شايفين. اهو زي ما انتم شايفين الطريقة سهلة وبسطة جدا. اعمل واحد معكم تاني واحد حبيبي. هحط برضو على الافل عشان ما يفتحش معنا زي ما قلنا. كده حبيبي قلبي انا هخلص الكمية اللي معايا كلها. اه بالطريقة اللي انتم شايفينها ديت. وهرجع لكم ان شاء الله. كده حبيبي قلبي بعد ما خلصت الرغفل فينه بتاعي كله. حطته كله على الصاج. هسيبه بقى يرتاح في مكان دافل مدة نص ساعة. وبعد النص ساعة ان شاء الله. وليكن مسلا في فرن البتوغاز بعد النص ساعة ان شاء الله ارجع لكم. اجي حبيبي بعد النص ساعة. كده حبيبي قلبي بعد النص ساعة. ما اختمر. شوفوا ما شاء الله حجمه زاد جدا. دلوقتي احنا بقى حبيبي ولا هنديهن لبن ولا هنديهن سكافية ولا قهوة ولا بيض ولا اي افتكاسات خالص. طبعا في المخافز ما بيدونوش اي حاجة خالص. واللون اللي انتو بتشوفوه على العيش الفينو الجاهز. ده طبعا بيبقى جاي ان هو اما بيحطوه يختمر بيحطوه في جهاز كبير كده اسم مخمر. ده بيشتغل عن طريق البخار. البخار ده بيعمل نادة بسيطة على الغفل فينة او اي معجنات عندهم. فالنادة ده بيدخلوا في الفرن كده فهو بيطلع باللون اللي انتو بتشوفوه في الجاهز. هنا دلوقتي السر في رشة المية دي هيطلعكم اللون زي بتاع برة بالزبط. ومن غير اي افتكاسات عليه. انا كده رشيت عندي الفينو اللي عندي كله. تماما. آآ ما تقلقاش من رشة المية دي بسيطة. وهنشوفو دلوقتي بعد ما يستوي. عحبايب قلبي كده عندي آآ الساق بتاعي دلوقتي بعد ما استوى وطلع من الفرن. انا دلوقتي حطوط على درجة حرارة امتين وخمسين. على اعلى درجة حرارة عندك في الفرن. واول ما تشغل النار بس من تحت. واول ما تلاقي الاعر خد اللون ده بجميل. تشغل الشواية. تاخد اللون المطلوب فيه. وبعدين تطفي وتطلع اول ما تطلعين من الفرن. رشة المية دي طبعا ما تلاقيش منها خالص. هتفضل ما تخلي الغفل فينو معاك طاري وجميل جدا ما تلاقيش منها مش همجربها على ضمانتي ان شاء الله تعجبك الطرقة دية. وطبعا الفرن بيبقى ساخن آآ مسبقا قبل اقل حاجة بربع ساعة. كده حبابي بعد ما يعيش الفينو معايا بيرد تماما. وعما بيرش بالمية بعد ما بيستيوب لازم تغطيه فط المطبخ عشر دايق وتسيبه يبرد. هنا بعد ما بيرد معايا هو تشوفوا ما شاء الله رغفل فينو معايا عامل ازاي. تسوية من فوق من تحت روعة وجميلة. واخد معايا من تماما لعشر دقايق. آآ شوفوا ما شاء الله ازاي? ما شاء الله تحفى. هفتح لكم رغفل فينو من جوة. شوفوا ما شاء الله من جوة مش هتقدر يتميزي بين الجاهز وبين اللي انت عاملها في البيت. بال بال بالعكس ان ده انضف. وحاجة مضمونة وعملها بايدك. طرقة سهلة وبسيطة هتعجبك. ما شاء الله حبايبي رغفل فينو روعة جدا وخفيف جدا من جوة هيعجبكم ان شاء الله. جربوا الطرقة دي حبايب قلبي وتدعولي ان شاء الله على ضمانتي. وانا بص انا بقى سامت لكم رغفل فينو. شوفوا ما شاء الله حبايبي طاري جدا. هتمنى يعجبكم. ما شاء الله بصوا ما شاء الله رغفل فينو هياجب. بصوا اللوب بتاعه اللي رغفل فينو من جوة ما شاء الله بصوا طاري جدا. هيعجبكم ان شاء الله حبايبي. وان شاء الله الوصفة تكون نلت رضاكم. آآ اتمنى حبايبي الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسناش في اللايك. ولو لسه حبيبي ما اشتركتوش في القناة اتمنى تشرفوني في قناتي وتضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.